بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج فائدة عظيمة لزيادة الرزق هناك طرق سبعة الطريقة الأولى ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله عندما تصيبه شدة أو تكون له حاجة يقول يا حي يا قيوم فيأتيه الفرج فورا ومن ذكرها في وقت السحر واستمر حتى طلوع الشمس وسع الله عليه رزقه بشكل واضح ومعلوم أمامه وأمام الآخرين وهو مؤثر جدا الطريقة الثانية ما ورد في كتاب وسائل الشيعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين ثلاث مرات فتح الله له أبواب الغنى وأغلق عنه أبواب الفاقر وورد في كتاب البلد الأمين عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الذكر فيه أمان من الفاقر وأمان من وحشة القابر ويجلب الغنى ويدق باب الجنة وكذلك من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين صباحا ومساء مئة مرة يوجب سعة الرزق الطريقة الثالثة عن الأستاذ الحاشتقي أنصاري الهمداني قدست روحه الزكية قال اقرأ التوحيد ثلاثا ثم صل على محمد وآل محمد ثم اقرأ الآية الشريفة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قادر ثم صل على محمد وآل محمد ثلاثا فإن الرزق يأتيك سريعا الطريقة الرابعة عن آية الله المرعشي النجفي قدست روحه الزكية قال من قرأ هذا الذكر بعد كل صلاة اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفطلك عمن سواك أو بعد الصلاة الصبح مئة وعش مرات لا يبقى في ذمته دين إلا انقضى بإذن الله وهذا الحرز من المجربات الطريقة السادسة لتوسعة الرزق وهي مجربة تقرأ الآية الكريمة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبع وعشرين مرة بعد صلاة الصبح لمدة إسبوع على الأقل وترى إن شاء الله الرزق يدق بابك كذلك من سجد بعد صلاة الصبح وقال أربعة عشر مرة يا وهاب يستغني ومن قال كل يوم بعد صلاة العصر مئة مرة يا وهاب وسع الله عليه معيشته ورزقه كذلك لزيادة الرزق وتوسعته إذا قال بعد صلاة الصبح سبعين مرة يا فتاح يزداد رزقه وفي مفاتيح الجنان ضع يدك على صدرك وقل سبعين مرة يا فتاح الله سبحانه وتعالى يوسع عليك الرزق هذه مجربات من سبعة إلى ثمانية مرات مجربة جدا جدا في مسألة زيادة الرزق وسعته بهدوء وطمأنينة وغنى وثروة إن شاء الله فجرب ولا تشك برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام شكرا